السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتمنى تكون أحوالكم طيبة وبألف خير أخر المستجدات في قضية ولد عادي الميلودي ومراته أما الولد خرجه بكفالة 10 ألف درهم وأما الأم تدوها للسجن المركزي بالقناة التارة وهذه هي سخونية الراس ترجع بالبرودة ولدك من يدار مخالفة غير الأمر عادي يديه المركز الشرطة ومسينه جيم ويخرجه خصوصا أنه قاسر ومرتكبش جريمة ومعندوش صوابق ولكن التصرف لدارة إيمان مرات الميلودي هو اللي يشعل راس الفتنة أجدك الدابزي مع البوليس را العود اللي تحقريه يعملك عينك وانتي راشدة يعني سهل يطبق عليك القانون وتغمالي في السجن أما القاسر را ممكن يلقى له القاضي ألف طريقة باش يخرجوا من القضية لأنهم كي يخدوا بعين الاعتبار أن الولد كيقرأ وما يبغيوش يوصخوا له الميلة في دياله بغض نظر على أنه ولد واحد لبس عليه أم شهور راحت القانون أعطى القاضي ما يسمى سلطة قديرية يعني ولو تكون عند القاضي الدلائل الكافية كيبقى عنده واحد الهامش كيقدر فيه ما يجب أن يكون مثلا لينو فريض أمره حملت في الحرام وولدت وقتلت ولدها القانون كيقول لك الإعدام في قضية القاتل أو السجن المؤبد ولكن بالنسبة لهذه القاضية كيعطيوها غير تقريبا شي خمس سنوات سجن لأن القاضي كي يخد بعيد الاعتبار قلب الأم وأن ظروفها هي اللي فرضت عليها ذاك شي وأنها كتتألم فقدان ولدها فما يمكنش يزيد لها الإعدام أو المؤبد غير اللي فيها يكفيها دبا نشوف القانون الجناء المغربي أش كيقول جريمة إهانة موظف عمومي تتحقق جنحة إهانة موظف عمومي المقررة في الفصل 263 من القانون الجنائي بمختلف أشكال التعبير التي من شأنها المساس بشرف أو شعور أو الاحترام الواجب للموظف ومن في حكمه ويتحقق الفعل الجرمي بالقول سواء كان أمام الملأ أم لا ويشترط فيه أن يحمل في مضمونه للمس بشرف أو شعور الموظف ويعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 250 إلى 5000 درهم كل من أهان أحدا من رجال القاضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم وإذا وقعت الإهانة على واحد أو أكثر من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين في محكمة أثناء الجلسة فإن الحبس يكون من سنة إلى سنتين وفي جميع الأحوال يجوز لمحكمة القضاء حلاوة على ذلك أن تأمر بنشر حكمها وإعلانه بالطريقة التي تحددها على نفقة المحكوم عليه بشرط أن لا تتجاوز هذه النفقات الحد الأقصى للغرامة المقررة في الفقرة الأولى هنا القانون تكلم غير على القول يعني أنك تهين موظف غير بكلامك أو ترسله تهديد سواء بالقول أو بالإشارة يعني غير إذا تحلفت عليه أو إذا حطيت لي غير شي صورة أو شي حاجة الغرض منها الإهانة أو التهديد أو تمس بالشرف دياله فما بالك إذا ضربته أو مسيت الجسد دياله كيف شهناها يكون العقاب في القانون الجنائي المغربي الضرب أو الجرح هما فعل الاعتداء على جسم الإنسان بأية وسيلة كانت يعني بأي طريق سواء بيداك أو بشألة أو بأي حاجة ويدخلان ضمن مفهوم الإيذاء لكن شنو هو المقصود بفعل الضرب الضرب هو كله ضغط أو صفع أو رد أو دفع أو احتيكاك بجسم المجني عليه يعني غير إذا تحكيت ما سواء ترك به أطارا يعني شح مرار في الجلد أو تورم أو زرقة أو لم يترك شيئا سواء كان خلا بأحد الأطار أو ما خلاش الجرح هو كله فعلين يترك أطرا بجسم المجني عليه ظاهريا كان أو باطنيا باطنيا مثلا كقطع الأنسجل داخل دياله ضربتي أو لي شي حاجة وتقطعت لي شي حاجة الداخل عنده أو خصول وخز أو تسلخ أو كدم أو حرق أو كسر في العيضان العنف هو المساس بالضحية عن طريق استعمال القوة دون ضرب أو جرح مثلا قطع الشعر بالقوة يمسك الضحية من جسمه أو ملابسه أو تغيير تجاه دابته بالقوة أو قذف الماء على وجهه الإداء هو مفهوم عام يشمل كل من الضرب والجرح والعنف وكيدل على كل فعل كيلحق ضرار بجسم الإنسان أو بالصحة دياله العقوبة دياله هات الشيش نوع يعاقب على الضرب البسيط أو الجرح العادي بعقوبة الحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 200 درام إلى 500 درام أو بإحدى هاتين العقوبتين تشدد العقوبة تباعا للظروف التالية ما اللي كنهضره على تشديد في العقوبة يعني أنها كالضوبل مثلا كان عنده عام كيولي عامين كينا 4 سنين كتولي 8 سنين وهكذا وهذا الحالة ديالة تشديد العقوبة كتكون نتيجة الضرر الحاصل لبدك الشخص مثلا حصل له عجز على الأشغال الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوم يعني الأشغال الشخصية كنا نقصده بها أنه الأشياء العادية اللي ممكن يقوم بها أنه يعني في الحياة دياله العادية أنه يوقف في إيجليس يمشي المرحاد يعني هذه الأمور واللي عاجز أنه يقوم بها بصراسه واللي عاجز أنه يقوم بهذه الأمور هنا كتشدد العقوبة فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عهد دائما مستديمة يعني هنا يا بدك الضرب أو الإيداء أو الاعتداء اللي يحصل له تحرم مثلا أنه حض العضو إما فقده أو لا ما بقاش خدام أو لو حصل له العمى هنا يا كتشدد أيضا عقوبة حدود موت الضحية ولو دون نية ديال قتل دياله أيضا إلا كان استعمال سلاح أيضا إلا كان هد الإيداء ضد أحد الأصول اللي هم الوالدين أو الجدود أو لا ضد طفل عمره أقل من 15 سنة أو ضد موظف عمومي وهذا الشيء اللي قدرتها للإيمان دخلتي في موظف عمومي إذن هنا رأي العقوبة ممكن تشدد إلى آخر ذلك من الظروف اللي كتشدد العقوبة وما لك عليها شفت دابا القاضي يقدر يدير لك إهانة موظف للمس بالشرف دياله ويزيدك الضرب والاعتيداء ويقدره للا يمشي البوليسي لمعني بالأمر يجيب شهده طبية من عن طبيب نفساني ويتبتع لي كأنه تصاب بمرض نفسي وأثرت على النفسية دياله ويزيد أن الإهانة ديالك أمام الملأ تثبت لي أنه ما قادرش يخرج يخدم حيث نفسي يتم ضم مرة وربما الزملاء دياله غير يضحقوا عليه أو للمرة عادي إلى ذلك شهده طيبية عن طيب عام كيبين أنك من اللي كنت تدفعي فيه حصل لي حمير غرف الجسم دياله أو ردود وزرق ليه لحمه وتمشي على عينك دبابه علش الواحد مزيان مرة مرة يطلع على القانون الجنائي المغربي باش يعرف كيفاش يحمي راسه وما يتهورش والناس غافلين عليش حن حاجة شفتوا مثلا غير إلى حطين محبق في شرجم وجل برد وطيروا وطاح على راس شي حد راكم مشيتوا فيها لأنه هنا انتوما السبب مشى الريح انتوما بسبب إهمالكم وعدم الانتباه ديالكم تضرر الشخص أما إذا مات أو حصلت لي عاها مستديمة ما كان غير استجن وخالة ما كانتوش متعمدين تآديوا دك الشخص هنا غايكون القتل الخطأ وتهوى عنده عقوبة دياله إذن كنصح الناس توها بما لها وما عليها تعرف حقوقك والالتزامات اللي عليك وتحضي راسك وكي يبقى الحاضي هو الله غير ما يكونش الواحد ضاصر وباسل وكي يظن أن فلوسه كتخول ليه يطغى على الناس ويتجبر كنتم أنه يكون تحليل عجبكم ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس ومرحبا بتعليقاتكم ودومتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته